وأنا خايفة كنت كتير وما حتى شايفونه أنا كنت تحت الردم سامع صراخ الناس وصواتهم قلت أنه أكيد أنه هذا قصف وحست على جسم لقيت ردم ومش أدر أقوم ولا أدر أتحرك وكان عندي أصعب شعور هذا من لليوم ما أنا مش أدر ألسها وكانت هذه إيدي ما فيها إشي إيدي اليمي إيدي اليسار عادت أحرم فيها لما حدا شاف إيدي وطلعني بعدين رحت على المستشفى مستشفى الشفاء خشوا اليهود أول مرة عشوفهم ما عملت العملية فصار عندي التحم الكسر والتحم غلط مستشفى الشفاء أنا هانا تحسنت كثير 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 أنا ما كنت أحركه بالمرة مع العلاج طبيعي أنا صرت أحركه أرفع يدي أنزلها توقف الحارب يبنوننا البيت تاعنا يصير في عنا مكان نوعد فيه مكان إيواء نوعد فيه وحلنا فيه يكون الغازة ترجع زي أول يعني أنا حابة إنه ترجع زي أول إشي نشتغل البيت للأمان إنه نكون زي أول ما في خوف ما في إشي أرجع الغزاء أنا حابة أكمل تعليمي وأرجع أتعلم أروح للمدرسة وأفوت الجامعة وأفوت توجيهي وأمجح وحابة أصير مهندسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر